نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما البلد إما رايح تأنه ينهار بالكامل الدولة والوطن والشعب والآخرين يا إما بدنا نآمن أنه بدنا نغير وهذا الشيء عم نشتغله الناس لازم يوعوا أهمية عملهم مش استكانتهم من أجل التغيير لأنه يمن نغير كل هالقرطة ونحن مش ضعف نحن مستضعفين هن الضعف بس المهم يكون عندنا الجرأة ونهزم وهلأ يعني بكرة بأيلول عم نهي لاتحركات طبعا سلمية بس طبعا لازم تكون قوية ندعو أنا بستغلة مش لإلنا ندعو كل الناس ندعو الإعلام اللي ما بيقبض من السعودية أنتم يعني المفروض أنه تساعدون الشباب أنه الإعداد لتحركات كبيرة من أجل أنقاذ لبنان عن طريق تغيير هذا النظام وطبع ضوء طب صار بالقبل فيه الشعب يريد طبعا هذا السلوغان الشعار الذي كان يشبه شعارات الربيع العربي الشعب يريد إسقط النظام الطائفي يعني طبعا أنه أين يسقط النظام الطائفي يعني في مصر هناك رمز للنظام هو حسن مبارك أسقط في تونس محمد بن علي أسقط في ليبيا أسقط في لبنان أين هو يعني من يسقط ليسقط النظام معه يعني زعماء الطواف زعماء الطواف هؤلاء من زين العبدين بن علي ولا من حسن مبارك طب من أين سيسقطون يعني زعماء الطواف يعني مش كلهم موجودين بالسلطة هذا أولا ثانيا أنه هو النظام بالإخل بيجيبهم نظام الحديد ما نحن عم نقول يعني الطائفي بيرجع بيجيبهم نظام الانتخابات بيرجع بيجيبهم نحن مش عم نجعل الانتقام من الفلان لا ليس انتقاما نحن عم نجعل تغيير النظام تغيير النظام بيغير كلها الطبقة السيسية